لقد باتت شاد محط اهتمام العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين لا يفودون فرصة اللقاء برئيس الجمهورية من أجل التباحث معه حول إمكانية الاستثمار في شاد وفي هذا السياق فقد نظمت وزارة الاستثمار السعودية اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الشادي برياضة إمكانية الاستثمار في شاد والفرص المتاحة كانت محور هذا الاجتماع الذي شارك فيه رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيت نو وإلى جانبه وزراء المالية الأفاق الاقتصادية الطاقة وبعض معوينه بالمكتب المدني كما شارك في الاجتماع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين افتتح الاجتماع بكلمة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح الذي تطرق إلى علاقات التعاون والتبادل التجاري القائم بين البلدين وأبدأ استعداد المملكة العربية السعودية ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لتعزيز علاقات التعاون والاستثمار في شاد على ضوء توجيهات القيادتين رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيت نو أكد لرجال الأعمال والمستثمرين السعوديين أن شاد أبوابها مفتوحة وتقدم فرصا استثمارية واعدة مطمئنا إياهم بأن الحكومة اتخذت خلال السنوات الأخيرة حزمة من الإجراءات الرامية إلى تهيئة بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار لتسجيع المستثمرين المحليين وجذب المستثمرين الأجانب للمجيء إلى شاد كما أشاد رئيس الجمهورية الفريق أول محمد دريس ديبيت نو بمستوى التعاون الحالي مشيرا إلى أن البلدين قرروا قبل عام تسريع وطيرة التعاون والاستثمار الذي يشمل مجالات الزراعة، الطاقة، الثروة الحيوانية، التعدين وغيرها من المجالات المهمة والقطاعات الحيوية وقد تويج التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات أحدثها اتفاقيات التعاون التي وقعت خلال المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي بالعاصمة السعودية الرياضة وشهد الاجتماع مداخلات من المشاركين الذين طرحوا العديد من الأسئلة والاستفسارات وقام الطرف الجادي بالرد عليها كما وجه رئيس الجمهورية نداء إلى رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين وأكد لهم أن شاد تقدم لهم الضمانات الكافية والتسهيلات اللازمة للاستثمار في شاد ثلاث ساعات من النقاش المثمر حول التعاون والشراكة كانت كافية لإقناع رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين بالإمكانيات التي تزخر بها شاد وفرص الاستثمار المتاحة وقد أبدوا اهتمامهم بعدد من القطاعات ورغبتهم للاستثمار في شاد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي تشادي يعكز الرغبة في تأكيد علاقات التعاون المشتركة والتبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية في تشاد والمملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر